أهل 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله على خير خلق الله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين تربية لؤلؤية هذا العنوان أخذته من الأديب المسلم العظيم مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يتكلم عن تربية الإسلام للمرأة وأنه يربيها تربية لؤلؤية فيدخل من هذا العنوان إلى مسألة الحجاب للمرأة وأنها لؤلؤة ولا يمكن للؤلؤة أن تترك هكذا أن ترمى في الشارع أن تكون مكشوفة مش ممكن لؤلؤة تكون مكشوفة مش ممكن جوهرة تكون مكشوفة مش ممكن زمر رضة تكون مكشوفة على حسب يعني غلو قدر الجوهرة على حسب ما توضع فيه صناديق وإطار وهكذا المرأة في الإسلام ليس ضيقا عليها ليس تضيقا عليها إنما تكريبا وعلو شأن لها وإن رجعت إلى فطراتها أحست بتعظيم وتكريم الإسلام لها وهي داخل هذه القوقعة كاللؤلؤة أحبتي في الله وأيضا أذكر قول الله عز وجل أَوَا مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ هذه الآية جاءت في تنشئة المرأة فالمرأة في الإسلام تنشئ في الحلية في الحلية الله أكبر عندما تأتي بالحلية الذهب والجواهر الذهب والجواهر والزمرد والزبرجد وهذه الأشياء واليقوت والمرجان من المدية فقط يعني الأشياء المدية لا بل الذهب من القول القول اللي أعلم للدهب القول اللي أغلب الجواهر يبقى الحلية من القول والحلية من الملبس والحلية من التحلي والحلية من السماع كل هذا يعني نحلي بدنها ونحلي مسامعها ونحلي أبصارها ونحلي قلبها بأن لا تسمع إلا الكلام الطيب وأن لا تنشأ إلا في الحلية تخيل لما تضع شيء لو أنا قلت قدامكم دهب وزمرد وجواهر ووضعت شيء داخل هذه الحلية هي دي المرأة من المعنويات والماديات الله أكبر فالمرأة تنشأت تنشأ ولذلك سألت مرة مولانا الشيخ الشعراو رحمه الله قلت يا مولانا يعني انصحنا نصيحة في تربية البنات قال تربى البنت في الدلال وبالدلال ومعه الحزم يعني لا يترك لها كل الموضوع دلال إنما الأصل الدلال الأصل الحلية الأصل أن تربى في هذا تسمع أجمل كلام من أبيها وأخيها ومحارمها لأن البنت ما زال الكلام يعلق عليهم الشيخ الشعراو رحمه الله يقول لأن البنت إذا حرمت من الحلية في تنشئتها من أهلها ومحارمها إذا حرمت من التدليل من أبيها وأخيها وعمها وخالها جاعت لأنها مفطورة على ذلك فطرها الله أن تدلل فإن وجتت الدلال من أبيها وأخيها وعمها وقالها وإلا طلبته من الحرام الإنسان مفطور يأكل فإل إن جاع ممكن يصبر شوية لكن إن زاد الجوع يميد ديد ويأكل يسرق عشان يأكل يأكل ميت ويحل الله له ذلك فضروري في من عندهم بنات أن تنشئ البنت في الحلية في الدلال ولا تشقى قال تعالى لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا لا قال تعالى فتشقى آدم يشقى لكن حواء لا تشقى البنت لا تشقى المرأة لا تشقى إحنا عكسنا الآية دمرنا بنتنا دمرنا نسائنا طلعا متكتفا وطلعا من الساعة سابعة والساعة ستة ركب الأوتوبيس نزل من الأوتوبيس ركب الدير طلعا متدير ركب التاكسي راح فين طلعا الدور العاشر قعد سكرتيريت فلان وتعمل فلان وتسوء عربية وتعمل كذا وتشتغل ميكانيكية وسمكرية وعمل الله ما دارست طلعها بتشتغل في البياض والمحارة والزيت وتنم تحت السيارة وده تقدم للمرأة أقسم بالله ما هو تقدم بل هو عين التخلف المرأة في الإسلام معظمة مكرمة أنا ذكرت لكم موقف المرأة عندما ذكرت لها هذه القضية المرأة الأمريكية الصحفية الفيلسوفة وقلت لها قضية المراس وقضية كاله والله العظيم ما قامت من المجلس وكان المجلس على أزان الفجر في نيويورك إلا وقالت أشهد أن لا إله إلا الله لوحدها باللغة العربية وأشهد أن محمد رسول الله أنا مسلمة أنا اعتزى أن أكون منتمية لهذا الدين الذي يحفظني بهذا الحفظ أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهم نساءنا وبناتنا دينه وشرعه وأن نعتزى بديننا وأن نرفع راية التوحيد خفاقة عالية بأخلاقنا ومعاملاتنا إنه لي ذلك والقادر عليه تقبل الله منه منكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا